بسم الله الرحمن الرحيم قل قولي إلي أنه استمع نفرهم من الجن فقالوا إنا سمعنا قرأتنا أجبا يهدي له وجد فآمنا به ولن نشرق برقنا أهدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتغذى صعيبته ولا ولدا وأنه كان يقول سفيرنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول اليس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يحوزون برجال من الجن فزادوه فهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعى صواه أهدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة أرسا شديدا وشربا وأننا كنا نقعد منها مصاعد للسر فمن يستمع الآن يجد له سهابا وصدا وأننا لا ندري شربا نريد بمن في الأرض أم أراد بهم رقم وشدا وأننا منا صالعون وإنا دون ذلك كنا قرائق كذدا وأننا ظننا أن نعزز الله في الأرض ولن نعززه هربا فأنا لن سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بسه ولا رقم وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تأروا وشدا وأما القاسطون فكانوا لجهن معقبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهما عن غدقا لنفسناهم فيه ومن يعبد أن ذكر ربه يسلق عذابا صادا وأن المساجد لله فلا تدعوه مع الله أهدا وأنه لما قام عبده ويدعوه قادوا يكونون عليه لبدى وإنما أدعوه غفبي ولا أشرق به أهدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لن يجرني من الله أعدو ولن أجد من دونه ملتعدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعس الله ورسوله فإن لأونا رجلن مقالدين فيها أبدا حتى إذا رأو ما يوعدون فسيعلمون من أرأف ناسقا وأقل وعددا قل إذ أدري قذيب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يذر على غيبه يهدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسق من بين يدي ومن قلبه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاطى بما لديهم وأحاطى كل شيء عددا